بعد تصريحات سعودية بإمكانية التدخل العسكري في سوريا ومن العاصمة الأمريكية واشنطن تعود إلى الأذهان تصريحات إعلان العدوان الأمريكي على بلادنا تصريحات وزير الخارجية السعودي من واشنطن بتأكيد إمكانية التدخل العسكري في سوريا يعيد إلى الأذهان إعلان العدوان العسكري على بلادنا ومن الجبير نفسه عندما كان سفيرا لمملكة الشيطان في واشنطن لسنا هنا بصدد الحديث عن المهمة الجديدة التي أوكلتها واشنطن للمملكة وذلك في سوريا لكن ما يجب تأكيده هو أن العدوان على بلادنا قبل أن يكون سعوديا هو في الحقيقة أمريكي ولو تبدى للمتابع بداية الأمر أنه سعودي خليجي عربي مدعوم غربيا وقد لا نحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد لإثبات ذلك فعلاوة على اجتماع الأهداف الأمريكية في بلادنا والحقد السعودي التاريخي على اليمن فإننا كنا جميعا أمام استراتيجية جديدة أتبعها الرئيس الأمريكي باراك أوباما والتي تقضي بإكال مهام الخروب إلى من أسماهم بالخلفاء وهذا ما يعني أن المملكة لا تنفذ أجندتها الخاصة كما تحاول إيهم البعض بذلك بل تنفذه الأجندة الأمريكية فالعدوان على بلادنا الذي انطلق من واشنطن ونيويورك هو التحرك الأمريكي الجديد الذي يستهدف سوريا وإنما بأدوات سعودية وتركية كل ذلك يحدث ضمن المخطط الأمريكي الصهيوني الذي يهدف إلى بث الفوضى وتغذية الصراعات في المنطقة سيما بين العرب تحت شعار مذهبية ومناطقية من أجل تحقيق عدة أهداف أبرزها تقسيم المقسم وتفكيك المفكك واستنزاف الدول ماديا وبشريا ولعل تصريح بما وبالأصح تبريره إيكال مهمة الخرب القادمة للخلفاء من أجل القفاض على الجنود الأمريكيين خير دليل على ذلك ما يثير السخرية أن دولا كالسعودية ومصر والأردن وغيرها من الدول العربية التي تتسابق على خدمة المشرق الأمريكي في المنطقة تظن أنها لن تكون ضمن المخطط الذي يستهدف الجميع ولن يستثني أحد فلا مصلحة لإسرائيل في الدولة الوطنية بشكلها التقليدي لنصبح أمام سيكس بايكو جديدة فقد حان وقت الدويلات والأقاليم ضمن مشروع الفوضى الخلاقة الذي يبدع العملاء في تنفيذه وما يحدث في بلادنا ليس إلا محاولات لفرض هذا المشروع بالقوة العسكرية بعد أن فشلوا في فرضه بأساليب وطرائق أخرى حيث وقف الشعب لمواجهة المؤامرة ويقف اليوم مع أبطال الجيش واللجان الشعبية لدحر المحتل والمتزق